النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون من المتوقع أن تفرز هذه الكتلة الهوائية المتعدلة بعد مشيئة الحالة أجواء خريفية غير مستقرة حيث تنتشر الصحب المتفرقة وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وصريح لتتهيأ الفلسطة بعد الزخار المطرية التي تتركز على المناطق الساحلية والتي قد تمتد باتجاه المناطق الشمالية الغربية وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا والمعتدلة في أجواء المنطقة يفرز بعد مشيئة الله تعالى تشكل مخفضين جويا متبسطين رطب ينطلق من أجواء جزيرة كريت شرقا باتجاه السواحل مصر الشمالية لتتأثر أطراف مناطق بلاد الشام به مع ساعات نهار السبت على شكل فرص أمطار رعدية على شمال غرب بلاد والسواحل بناء على هذا التحرير توزع الضغوط الجوية في طبقات الجوية كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الخميس خريفيا معتدلا ولطيفا غائما جزئيا تنخفض درجات الحرارة لتسجل 29 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 15 درجة مئوية نتوقع بإذن الله تعالى أن تشهد حركة الرياح الغربية نشاطا ملحوظا لتهب عندها 20 كم في الساعة نهار الجمعة الطقس يبقى خريفيا معتدلا تنتشر الصحب المتفرقة وأحيانا تنتشر الصحب الرقيقة التي لا تقطي الشمس بشكل واضح وصريح وخاصة على شمال غرب البلاد ووسطها والأجزاء من الجنوب في حين تكون الفرصة مهيئة لبعض الزخاط المطرية على السواحل تنخفض درجات الحرارة تسجل 28 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 14 درجة مئوية تبقى حركة الرياح الغربية نشاطا عند 20 كم في الساعة نهار السابق بإذن الله يتعمق المخافض الجوي في أجواء البحر وخاصة الأجزاء الشرقية من حوض المتوسط حيث من المتوقع أن تهيئ الفرصة بعض الزخاط المطرية الرعدية على المناطق الساحلية وهنا قد تمتد باتجاه مناطق إدلبة وحلبة وأجزاء من حماتة وحمص في حين أيضا تكون فرصة مهيئة لبعض الزخاط على ريف دمشق الغربي وأجزاء من مناطق الجنوب تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتسجل 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 14 درجة مئوية يشهد نهار السابق انخفاضا في سرعة الرياح حيث من التوقع أن تسجل 15 كم في الساعة إذن أهم ما يميز طقس الساعة القادمة هو انخفاض درجات الحرارة وانتشار الصحب المتفرقة وفرص الزخاط المطرية على المناطق الساحلية كما أنه قد تمتد هذه الزخاط نهار السبت وعند تكون راعدية متفاوثة الغزارة فجائية خريفية على مناطق واسعة من شمال غرب البلاد في الحقيقة سيتركز معظم هوطرات المقافضة الجوية القادمة على أجزاء واسعة من البحر الأبيض المتوسط تصل بعض هذه الزخاط إلى الأجزاء البرية من شمال غرب بلاد الشام بإذن الله في التوقعات متوسطة وبعيد مدى توقع بإذن الله أن تستمر تأثيرات كتلة الهوائية المعتدلة حتى ساعات مساء الاثنين على أن ترتفع درجات الحرارة منتصف الأسبوع القادم فالانتدار ضعيف لكتلة هوائية حرارة رسميا تدوم ليومين أو ثلاثة أيام لتعود درجات الحرارة وطنخفض من جديد مع كتلة هوائية معتدلة خريفية جديدة بإذن الله هذا كان كل من يتعلق ترورت حالة الجوية القادمة من أيام أستوضعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون